شهد مستشفى المحل العام مرحلة مهمة من تطوير بافتتاح أول وحدة لعلاج الحروق لاستقبال ألاف المرضى يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين بأحدث الأجهزة العالمية وعلى أعلى مستوى طبي ضرب مستشفى المحل العام التابع إلى مديرية الصحة بالغربية المثل والقدوة كبرهان عملي على اهتمام الدولة بالمرضى وتوفير كافة الرعاية الصحية للمواطنين ومن واقع أعمال التطوير في العديد من أقسام المستشفى تم افتتاح وحدة علاج الحروق وذلك لأول مرة في مدينة المحلة ليكون القسم الثالث على مستوى المحافظة بعد مركزي زفتة وكفر الزيات لاستقبال حالات الحروق من مختلف محافظات الجمهورية مستشفى المحلة العام احنا وجهنا لها الاهتمام في الفترة الأخيرة وتم تطوير الحضانات الخاصة بمستشفى المحلة العام بتلاتة وعشرين حضانة وتدريب الكوادر البشرية اللي فيها على اه احدث التقنيات الطبية. ما عادش عندنا مشكلة حاليا في عدم موجود سرير عناية مركزة خالي. حيث تم زيادة ساعة العناية مركزة خلال ستشور الفاتوه. اه لتصبح ستين سريع عناية مركزة مستشفى المحلة. اه كما اضفنا ابتتاح وحدة حروق مباهزة تماما وبها وحدة عناية مركزة لمريض الحروق ساعة عشر اسرة. اسم اه جراحة التجميل والحروق في مستشفى المحلة العام واحد اه تلات مراكز في المحافظة. اه وبيستقبل حالات من اه من المحافظة الغربية وخارج محافظة الغربية. الاسم بيتكون من اه من اربع اجسام. اه اسم الطوارئ بنستقبل فيه الحالات وعلى اساسها بنفرز الحالات. هل يتم حاجزها في الاسم الداخلي وده الاسم التاني او لانها المركزة للحروق. وفي عندنا القسم الرابع هو اسم العزل. بعد التطوير اللي ساعدنا فيه رجال الخير كلهم. آآ نسبة الوفيات العالمية تسعتاشر في المية. الحمد لله نسبة الوفيات فحضانة اسم المبتسرين بالمحلة الكبرى. لا الحمد لله خمسة في المية فقط. بل في اوقات وشهور وصلت ان هي زيرو. واكد المسؤولون في المستشفى ان وحدة الحروق تضم قسما داخليا مكونا من ثماني اسرة. فضلا عن قسم عناية المركزة مكون من ثلاثة اسرة. ومجهز باحدث الوسائل التكنولوجية لضمان اقصى درجات التعقيم. الى جانب كافة الاعمال والاجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام. واستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى. مستوى الخدم هنا يعني ممتاز جدا 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 مقارنة بالبرايفت برا. يعني المريض مش هنقول ما بتكلفش اي حاجة خالص هنا. كل الادوية بيقى موجودة هنا في الاسم. آآ كل المستلزمات متوفرة عندنا هنا في الاسم. والخدم هنا متكاملة ممتازة جدا جدا. بتقدم له يعني بنسبة مية في بنخدم مش بس المحلة ولا الغربية. احنا بنخدم كل المحافظات اللي جنبنا بعيد او رايب. اي حالة بتجينا من اي شكل من اي نوع. احنا بناخدها. بنحاول نسهل على الناس على قد ما بنقدر. اي حالة بتيجي في اي وقت بتلاقي الصف موجود تمديده دكاترة. سعادة اهالي المرضى لا يمكن وصفها بما شاهدته اعينهم من مظاهر الارتقاء باحوال وشؤون ذويهم. وهم على فراش العلاج بالمستشفى. واعرابة عن ارتياحهم لوجود قسم الحروق بمستشفى المحل العام الذي يوفر عليهم السفر مسافة نحو ساعتين للذهاب الى مركزي علاج الحروق بكفر الزيات او زفتة. بالاضافة الى اعمال التطوير والتوسعة في قسم الاطفال المبتسرين والحضانات وينافس القطاع الخاص. كل حاجة هنا كويسة والله اني ابنت حرق وجبته هنا من عشر ايام والخدمة هنا كويسة. والعناية حلوة واهتمام وغير وكل حاجة. معاملة كويسة جدا. ورعاية للطفل تحليل اشعة. كل حاجة عمله هالو. احنا في المستشفى الخاصة دفعنا كوستر جدا. وما لاناش اي حاجة من كدس. كل حاجة فررنا هنا والخدمة كويسة هنا. وكل حاجة مرتزمتها كويسة هنا. والرعاية كويسة. وكل حاجة كويسة هنا. التوسعات والتجديدات ليست الانجاز الوحيد والاضافة المهمة في مستشفى المحل العام. وانما شمل التطوير تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على افضل طرق العلاج. واهمية الدعم النفسي للمرضى. وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.